بسم الله الرحمن الرحيم لأننا أمة تقوم دعائمها على الأسرية الأسرة وتقوم الأسرة يسمونها النووية يعني الأب والأم فقط أو الزوج الزوجة فقط أو الزرية يعني أب وأم وزرية حسب ما يقول علماء الاجتماع مثلا فعندنا هذا الأمر من الأهمية بمكان ونحن نكون الأسرة أريد أن نتعامل ليس بالتصارع أو التضاد وإنما نتعامل بالتعاون والتراضي والتكامل الأسرة متكاملة وليست متصارعة الأسرة متآلفة وليست مختلفة أو أنها متنافرة أقول هذا لماذا؟ تقلمت في الحلقة السابقة عن حق المرأة في مهرها الذي يتمثل الآن قد يكون شيئا من شبكتها أو الشبكة وقد يكون ما تأتي به أو يأتي به الزوج من العفش الأثاث هذا هو مهرها بنحافظ على هذا ونسجله ونوثقه حفاظا على تلك المرأة حتى لو كان ابن العم يتزوج ابنة عمه لابد أن نكتب هذا ونوثقه لمصلحة الزوجة ولمصلحة الزوج لمصلحة الزوج لأنه يعلم كم دفع في هذه الزيجة ولمصلحة الزوجة لألا تضيع حقوقها في هذه الحلقة ونحن نتكلم عن التكامل والتعاون والتراضي والترافق من الرفق نتكلم بأن قائمة الزوجية ليس معنى أننا كتبناها نستخدمها سيفا مصلطا على رقاب الأزواج فتأتي المرأة ترفع قائمة الزوجية وتقول له أو للزوج أستطيع أن أحبسك في أي لحظة لي؟ لأنهم يكتبون في القائمة قائمة الزوجية أن يد الزوج يد أمانة على هذه القائمة يعني عليك أن تعطيها عند الطلاق أو بالطلاق أو بالوفاء بحسب ما هو مكتوب في هذه الوثيقة فتذهب أو يذهب بعض النساء القلائل وأنا لا نعمم أو لا أعمم هذه الظاهرة فتهدد زوجها هو حق لها وهو يحافظ عليه فعندما تتضايق منه بعض الزوجات يصل الأمر بهن أنها ترفع على زوجها قضية تبديد العفش أو الأفاث وهو لم يودد وترفع هكذا ظلما وعدوانا وإيذاء للزوج أو كأنها تعاقبه وتربيه هذه زيجة تستمر هذه زيجة قال الله فيها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً هذه زيجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل والمرأة كالشيء الواحد وفي القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كالشيء الواحد إذن عندما نهدد الزوج فمع من يجد الأمان إذا لم يجده مع زوجته كما أننا حذرنا الزوج أنه لا يحافظ على حقوق زوجته نقول للمرأة أو الزوجة إياكي أن تحاولي أن تقطعي الميثاق الغليظ الذي قال الله فيه وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا مش بثاق فقط غليظ هذا الغليظ حتى لا تقطعه بسهولة حتى تحافظ عليه غليظا لأنه عقد ليس ككل العقود البيع والشراء والمرابحة والمضاربة والجعالة والمساقات وكل هذه عقود ولكن كلها في جانب لأنها تتعامل بالمال وهذا في جانب لأنه يتعامل في العرض ومع الإنسان ومع الروح فجاءت الشريعة تحافظ على هذا فنقول حفاظا على الزوجة وعلى الزوج إن قائمة الزوجية من حقق كما تشترطين أو اشترطتم ولكن لا تجعليها كالسكين أو كالسيف تهددين به زوجك أو تجعليه في اضطراب في العيشة معك فيصاب بمرض نفسي أو بعدم الراحة في البيت فيكون عدم السكينة ومن هنا نقول علينا أن نقول للمرأة لا تبديد إلا بحق ونقول للزوج لا تهديد إلا بصدق بل عندنا لا تبديد ولا تهديد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته